الوحدة الثانية برتقال فراولة أناناس تفاح عصائر معلبة مشروبات غازية بياه مادنية الحلويات صادص الفواكه فطيرة التفاح ما الطعام الذي أختاره من هذه القائمة ولماذا؟ ماذا ستختارين يا سارة؟ سأختار فطيرة الدجاج لماذا؟ لأنها صحية وأنت يا أحمد ماذا تختار؟ فطيرة اللحم لماذا؟ لأنني أحبها أي المشروبات أفضل من القائمة؟ ماذا تفضلين يا سارة من المشروبات؟ شراب التفاح وأنت يا أحمد؟ شراب الفراولة في أي الأماكن أفضل تناول طعام ولماذا؟ في أي مطعم؟ أم في البيت؟ في المطعم وأنت؟ وأنت؟ في البيت لماذا تفضلين في المطعم؟ لا أعلم لا أعلم تغيرين جو؟ أقرأ الحوار مع من بجواري ثم أجيب عن الأسئلة أيمن؟ أشعر بالجوع يا ماجد ما رأيك أن نذهب إلى مطعم قريب لتناول وجبة خفيفة؟ ماجد؟ أنا أفضل تناول الطعام في بيتنا ولكن لا بأس في أن نأكل اليوم في المطعم هيا بنا أيمن؟ لنعد النقود التي معنا ماجد؟ لقد بلغت عشرين ريالاً أيمن؟ أظنها كافية لشراء وجبتين خفيفتين داخل المطعم أيمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النادل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطعام الذي تريدانه ماجد؟ دعنا نقرأ قائمة الطعام أولاً أيمن؟ أختار فطيرة باللحم وعصير برتقال طازجاً وصلطة ملفوف ماجد؟ وأنا أريد فطيرة بالدجاج ومياها معدنية وصلطة فواكه أيمن؟ كم المبلغ الذي سندفعه؟ ماجد؟ ثلاثة وعشرون ريالاً فقط أيمن؟ لا لا نحن لدينا عشرون ريالاً فقط ماجد؟ ما رأيك يا أيمن لو خفضنا طلباتنا وتنازلنا عن الصلاطات مثلاً؟ أيمن؟ موافق أعلم الصديقان نادل المطعم بما يريدان أكله ثم تناول الطعام ودفع له المبلغ شاكرين له حسن خدمته؟ كيف يمكن لماجد أن يشير على أيمن للخروج من المعزق؟ في رأيك في رأيك يا أحمد كما قلنا كيف يريد؟ الطعام ثلاثة وعشرون ومعهم عشرون؟ ماجد أشار عليه بماذا؟ بالتنازل؟ عن الصلاطات وهكذا خفضوا؟ السعر هل هناك حل آخر؟ لا ممكن يتنازلون عن العصير يتنازلون عن الماء عن الماء أي شيء يأكلون وجبة واحدة أحدد طعاما مفيدا من القائمة من وجهة نظري وأذكر السبب من هذه القائمة اختار طعام مفيد وأذكر السبب صلاطة الملفوف لماذا؟ لأنها صحية أحسنتي وأنت يا أحمد؟ صلاطة الخضروات لماذا؟ لأنها صحية أحسنت أحدثوا صفي أحدثوا صفي عن الطعام الذي أحب أكله في وجبة الغداء ماذا تحب في وجبة الغداء يا أحمد؟ الباذلاء وأنت يا سارة الماكرونة ما الموقف الذي أتخذه إذا ذهبت إلى مطعم ووجدت طعامه غير نظيف؟ إخبار الشرطة وأنت يا سارة إخبار الشرطة أستمعوا وأتدبروا قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم قضبا قضبا علفا رطبا غلبا متكاثفة متكاثفة الأشجار أبا عشبا أقرأ مجموعات الطعام لأضيف إلى معلومات الغذاء الغذاء المفيد الذي نحتاجه يوميا يتكون من أربع مجموعات هي مجموعة اللحوم والطيور والأسماك والبقول والبيض تبني أنسجة الجسم مجموعة الحليب والألبان والأجبان تبني العظام مجموعة الخضر والفواكه تمنح الجسم الحيوية والنشاط مجموعة الخبز والحبوب والأرز والسكريات تمد الجسم بالطاقة مجموعة اللحم والدجاج وهذه مجموعة الحليب والألبان والأجبان وهذه مجموعة مجموعة الخبز والحبوب والأرز والسكريات وهذه مجموعة الخضر والفواكه الخضروات والفواكه أكملوا الحروف أن قصة لأكون كلمات تدل على أغذية بناء الجسم هذه المجموعة تحتاج إلى حرف سين وهذه تحتاج إلى حر لحم وهذه لبن وهذه بيض بيض وهذه جيم جبن أرسم دائرة حول الكلمة الغريبة عن المجموعة لبن، زبدة، حليب، جبن، موز موز تفاحة، كمثرة، خبز، تين، عنب خبز، أرز، قمح، شعير، ليمون، ذرة، ليمون، جزر، بطاطا، برتقال، خس، خيار، برتقال، برتقال أتأملوا الصورة ثم أكتب المطلوب وجبة غزاء متنوعة تتكون من أين وجبة الغداء؟ تتكون من ننظر إلى الصورة الدجاج والبطاطا والموز والتفاح والخضروات طيب بين الوجبات لو أكثر من الفشار الأس كريم الشوكولاتة العصيرات فطوري مكون من شطيرة وحليب وجبن وبايض لا أدب إلى النوم مباشرة بعده العشاء أتناول عشاء خفيفا مكون من الصلاة والحليب الغداء وجبة الظهر الغذاء هو الطعام والشراب وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته